الميليشيا الحوثية الإيرانية عاثت في أرض اليمن فسادا كسواها من الجماعات الإرهابية الأخرى تحت شعارات دينية زائفة تخفي تحتها الرغبة في امتلاك السلطة وأخذ البلد العربي الأصيل اليمن إلى الخراب الذي طال دولا وصلتها أذرع إيران الميليشياوية وأطلت الميليشيا المدعومة من إيران في أرض العاصمة السابقة بأسلحة تدعي أنها بأيدي يمنية وهي ذات الأسلحة التي أثبتت الاستهدافات السابقة كونها صناعة إيرانية خلافا عن وجود خبراء إيرانيين داخل هذه الميليشيا التي تتلقى دعم نظام الملالي وسط صمت أممي وخجل المنظمات الحقوقية المفاجئ الميليشيا الإرهابية استهدفت قبلة المسلمين والحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة كما طالت صواريخها الأعيان والمنشآت المدنية التي تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني الأمر الذي قد يرقى إلى جريمة حرب ميناء الحديدة المنفذ الذي تمول إيران عن طريقه الميليشيا الإرهابية بالأسلحة لتصلهم تحت تقاعس أممي هذه الأسلحة التي أثبتت في السنوات الماضية أنها لا تستهدف دول الجوار فحسب بل أسقطت العديد من الضحايا المدنيين اليمنيين واستخدمتهم كدروع بشرية وفي الوقت الذي تجمد فيه الشرعية وقوات التحالف جبهات القتال استجابة لوساطات دولية لخوض مفاوضات تستغل الميليشيا الإرهابية ذلك في تطوير قدراتها العسكرية وزيادة وطيرة تهريب السلاح والصواريخ التي تستهدف بها المدنيين وتهدد المصالح الدولية في المنطقة والممرات المائية والتجارة العالمية وسوق الاقتصاد والنفط إجرام هذه الميليشيا ظاهر رغم التدريس فهي تمنع الموظفين من رواتبهم لاستخدامها في تصنيع السلاح بتقنية إيرانية أما تجويع المدنيين فحسب القانون الدولي يعتبر جريمة حرب كما يعتبر إيقاف برنامج الغذاء العالمي نشاطه في اليمن نتيجة نهب الإرهابية الحوثية لغذاء اليمنيين وبيعه دليل آخر يثبت الإجرام المغلف المستمد من الثورة الإيرانية للأخبارية عبد الرحمن فقيه